مساء الخير شمس شباط الدافية بترفقنا حتى يوم الأربعة قبل ما نتأثر بمنخفض جو جديد بيحمل معه الشتة والتلج الهوى بكرة شمالة شرقية دافية رتوبة منخفضة أما الضغط الجو فمرتفع درجة الحرارة بكرة بنهار مرتفعة أكتر من المعتاد وعم بتسجل 21 درجة بالعاصمة بيروت 14 ببسكنتة و8 درجات ببشرة بالليل الحرارة بتنخفض أكتر لا تسجل 14 درجة بسن الفيل 13 بيترابلوس و8 درجات بلق بيت على الساحل في شمس مع شوية غيوم نسبة التلوث عالية والحرارة فوق معدلاتها الموسمية على الجبال اللغتيتها كثيفة لأن الرتوبة عم بتلامس 70% والحرارة 17 درجة كيف بيبلش الأسبوع؟ نشوف سوا إذن بكرة درجات الحرارة مرتفعة ونسبة الرتوبة منخفضة والهوى الدافي بيحمل معه شوية غبرة تلاتة الطق الصاحي قبل الظهر الحرارة بتبقى عالية والغبرة بالجو بتزيد تحديداً بالجنوب أما بالليل فبترتفع الرتوبة وبتزيد الغطيطة خصوصاً على الجبال وبتشتي مع وحل بسبب الغبرة بالأربعة بيوصل منخفض جو جديد بتنخفض معه درجات الحرارة بشكل ملحوظ بتشتي بقوة مع برق وراعد وهوى قوي لهيك انتبهوا من تشكل السيول خصوصاً بالشمال أما التلج فعم بيلامس 1600 متر بالليل الخميس بتبقى الحرارة منخفضة الرتوبة عالية وبتشتي بشكل متفرق تانين التاني من شهر شباط بيصادف اليوم العالمي لمرض الصرع بهذا اليوم ضروري نتضامن مع المرضى وندوي على مشكلة انقطاع الدواء يلي بتوجههم بلبنان ختم نشرتنا بلاقيكم بنشرات لاحقة